في سياق رسمي أقرت مصلحة الجمارك في سقطرة فرض رسوم جمركية على كل سفينة قادمة من خارج اليمن إلى ميناء الأرخبيل وقالت المصلحة إن القرار يأتي لرفض الإيرادات الجماركية في سقطرة ورفض خزينة الدولة وفقاً لتوجيهات الحكومة في الشأن ذاته وإن العام 2022 سيشهد زيادة جماركية كبيرة وفقاً لقانون الجمارك وطلبت المصلحة الجهة المختصة بالمحافظة عدم التدخل في شؤونها الجمركية إلا عند الضرورة القصوى